السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا طلاب الصف الأولي الابتدائي في درس جديد من دروس الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات نواصل في الوحدة الثالثة هيا بنا نفكر عنوان الدرس اكتشاف الأخطاء تابعوا معنا الدرس أعزائنا الطلاب على الكتاب المدرسي من الصفحة 90 إلى الصفحة 100 والآن هيا بنا لنتعرف على أهداف الدرس أهداف الدرس أن يكون الطالب في نهاية الدرس قادر على أن يحدد الأخطاء في ترتيب الخطوات أن يحدد الأخطاء في ترتيب مكونات النمط أن يكتشف الأخطاء الناجمة عن الخطوات المفقودة ويقوم بتصحيحها مصطلحات الدرس الخطأ أعثر صحح مرحبا حمد لم أستطع تشغيل جهاز الحاسوب هل بإمكانك مساعدتي؟ مرحبا نريم هل قمت بتنفيذ خطوات تشغيل الحاسوب بالتسلسل الصحيح؟ أنت محق لقد نسيت التأكد من اتصال الشاشة بمصدر الكهرباء من المهم جدا أن نكتشف الأخطاء عندما لا تسير الأمور بشكل جيد أثناء قيامنا بخطوات تنفيذ مهمة معينة انظري هنا يا ريم عندما يكون هناك حطأ في ترتيب الخطوات لن نتمكن من إنهاء المهمة بالشكل المطلوب هذه خطوات غسل اليدين بالماء والصابون ماذا تلاحظون زملائنا الطلاب؟ بعد وضع الصابون في راحة اليدين يجب فرق اليدين جيدا ثم شطفها بالماء يوجد خطأ في الترتيب بين الخطوة الثالثة والخطوة الرابعة فكيف تؤثر أخطاء الترتيب على النتيجة النهائية؟ عدم ترتيب الخطوات يؤثر على النتيجة النهائية فهنا مثلا لا تزال اليدان متسختان بسبب الترتيب الخطأ لخطوات غسل اليدين زملاء الطلاب لقد حاولت إيصال بيبوت إلى الزهرة باستخدام هذه التعليمات لكنها لم تنجح هل بإمكانكم مساعدة في العثور على الخطأ وتصحيح الخطوات؟ عزيز الطالب هيا بنا لنطبق هذه التعليمات على الجهاز بيبوت نبحث عن الخطأ ونقوم بإصلاحه ينطلق بيبوت بخطوة أولى إلى الأمام ثم خطوة ثانية إلى الأمام يستدير إلى يصاره بهذا الشكل ثم يتقدم بخطوة إلى الأمام يستدير إلى يصاره بهذا الشكل لا يستطيع بيبوت أن يصل إلى الزهرة وهنا الخطأ يجب عليه أن يواصل إلى الأمام ثم يستدير إلى اليسار هذه الخطوات ليست بالترتيب الصحيح هذه هي التعليمات الصحيحة يواصل بيبوت يره بخطوة إلى الأمام يستدير إلى يصاره ثم يواصل بخطوة إلى الأمام خطوة ثانية إلى الأمام وأخيرا يستدير إلى يصاره أحسنتم أعزاء الطلاب هذا هو المسار الصحيح لبيبوت ليصل إلى الزهرة الآن عزيز الطالب قم بفتح كتاب التدريبات والأنشطة الصفحة 64 ومثل ما ساعدنا حمد اكتشف الأخطاء هنا وقم بإصلاحها ليصير بيبوت إلى الزهرة لنتأمل في هذا النمط يا ريم يوجد خطأ في ترتيب مكونات هذا النمط فيجب تبديل أماكن هذين الروبوتين لتصحيح النمط ويمكن أيضا أن تحدث أخطاء في النمط عندما يدخل كائن إلى النمط مختيف عن مكوناته كالآتي ليس هذا هو الروبوت الصحيح انظر يا حمد ينبغي على النحلة أن تسير لتعبور البرجة وتتجه نحو الحطبي لقد زودت النحلة بالتعليمات الآتية لكنها ذهبت بعيدا عن الحطبي ما العمل يا ترى؟ لنطبق معا هذه التعليمات على برنامج بامبلي بي ألدا ونكتشف أي التعليمات التي أعطيت لها تسببت في هذا الخطأ هذا هو برنامج بامبلي بي ألدا الذي اشتغلنا عليه سابقا ينبغي على النحلة أن تعبر الجسر وتتجه نحو الحطبي في البداية تتقدم النحلة بخمس خطوات إلى الأمام لنرى ثم تستدير إلى يسارها ممتاز ممتاز ثم تواصل بخمس خطوات إلى الأمام هذا رائع تواصل بخطوة إلى الأمام والتعليمات الموالية تقول تستدير النحلة إلى يمينها لنرى ماذا تلاحظون زملائنا الطلاب؟ هنا الخطأ بهذا الشكل لا تستطيع النحلة أن تصل إلى الحطبي فينبغي عليها أن تلتف يسارا بدلا من اليمين نقوم بحث التعليمة الأخيرة واستبدالها بالالتفاف إلى اليسار لنرى أحسنتم زملائنا الطلاب في المرحلة الموالية تواصل النحلة بثلاث خطوات إلى الأمام ممتاز وصلت النحلة إلى الحطبي وهذه هي التعليمات الصحيحة هيا بنا الآن عزيز الطالب إلى كتاب التدريبات والأنشطة الصفحة 63 ولنقوم بحل التدريب رقم واحد أعثر على الخطأ في الأنماط الموضحة داخل القطارات وقوم بإصلاحه في البداية لنعلم عزيز الطالب أنه يوجد في هذا النشاط أكثر من نمط واحد صحيح لكل قطار في القطار الأول النمط هو صندوق أخضر ثم صندوق أزرق يتكرر ثلاث مرات دخول هذا الكائن إلى النمط والمختلف عن مكوناته يمثل خطأ فلنقم بتصحيحه في القطار الثاني لتصحيح هذا النمط علينا حذف هذه العربة الحمراء ونقل باقي العربات إلى اليسار في القطار الثالث لو أخذنا النمط يتكون من الصندوق البرتقالي والسيارة يتكرر أربع مرات الخطأ يوجد هنا يجب استبدال هذا الصندوق بالسيارة كما يمكن أن يكون النمط البديل للقطار الثالث ثلاثة صناديق برتقالية وسيارة واحدة حمراء يتكرر هذا النمط مرتين بنفس الطريقة لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها أكمل عزيز الطالب مع القطار الرابع والقطار الخامس ثم شارك عملك مع معلمك وزملائك في الصف عبر منصة التعلم عن بعد انظري يا ريم لقد زرعت هذه الزهرة لكنها لم تنمو ما الخبأ الذي حدث؟ لنتأمل في الخطوات التي اتبعتها يا حمد هنا الخطأ لقد نسيت وضع البذور يا حمد لذلك لم تتحصل على زهرة لنتأمل جيدا زملائنا الطلاب قمت بمد الجهاز بيبوت بالتعليمات الآتية للوصول إلى الزهرة لكن لم يتحقق الهدف ولم تتمكن النحلة من الوصول إلى الزهرة فهل لكم مساعدة في البحث عن الخطأ وإصلاحه؟ لنطبق معا زملائنا الطلاب هذه الخطوات على الجهاز بيبوت في البداية سوف يتقدم بخطوة إلى الأمام ثم يستدير إلى يمينه وهنا الخطأ أحسنتم شكرا لكم زملائنا الطلاب على مساعدتي هناك خطوة مفقودة فقبل أن تستدير إلى يمينها النحلة يجب أن تواصل بخطوة إلى الأمام تستدير إلى يمينها ثم خطوة إلى الأمام أحسنتم شكرا لكم زملائنا الطلاب أنتم أبطال هيا بنا الآن عزيز الطالب إلى كتاب التدريبات والأنشطة الصفحة 65 ولنقوم بحل التدريب رقم 3 صحح الأوامر التالية لجعل النحلة تصل إلى باب المنزل لنطبق معا هذه الخطوات على برنامج بامبلي بي ألدا نكتشف الأخطاء ونقوم بتصحيحها في البداية تتقدم النحلة بخمس خطوات إلى الأمام التعليمة الثانية تستدير النحلة إلى يمينها لنرى وهنا يكون الخطأ الأول فيجب على النحلة أن تستدير إلى اليسار بدل اليمين لنرى أحسنتم تواصل النحلة وتتقدم بخمس خطوات إلى الأمام التعليمة الموالية خطوة إلى الأمام التعليمة الموالية تستدير النحلة إلى يسارها لنرى أحسنتم مسار النحلة صحيح إلى حد الآن لتصل إلى الباب ثم تواصل بخطوة إلى الأمام هذا ممتاز ثم تستدير إلى يمينها ماذا تلاحظون أعزائي الطلاب؟ هل وصلت النحلة إلى الباب؟ هناك خطوة مفقودة وهي تقدم النحلة بخطوة إلى الأمام أحسنتم نضيف خطوة إلى الأمام وهكذا تصل النحلة إلى الباب هذا هو المسار الصحيح لقد قمنا بتصحيحه أحسنتم أيها الطلاب أنتم رائعون في درسنا اليوم استنتجنا عزيز الطالب أنه يمكن أن تتواجد أخطاء عند وضع خطوات أو تعليمات لإنجاز مهمة معينة فقد تعلمنا طريقة تحديد الأخطاء في ترتيب الخطوات طريقة تحديد الأخطاء في ترتيب مكونات النمط قمنا باستكشاف الأخطاء الناجمة عن الخطوات المفقودة وقمنا بتصحيحها ولنا بإذن الله لقاء آخر مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إلى اللقاء